اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اطلقها السيد محافظ بالنسوي في الدكتور محمد هاني غنيم باعتباره ان هو محافظ شاب سعى واكتهد ووصل لمكانه طبعا كان زمان نادرا ما كانش حد بقدر يوصل ليا فدكتور محمد هاني بصراحة مشكورا حب ان هو يشارك الشباب في الخطوة اللي هو خدها في حياته فاطلق هذه المبادرة وهو تشكيل مجلس استشاري من شباب محافظة بن سويف طبعا بمشاركة السادة النواب المحافظة النائب بلال والنائب عاصم ومشاء الله يعني لفيف من السادة العاملين بديوان محافظة بن سويف وبالتعاون مع القيادات السياسية وتنفيذية بالمحافظة وتم تشكيل هذا المجلس او طبعا قبل ما نتكلم على تشكيل المجلس سادة المحافظة عندما اطلق المبادرة طبعا هو كان عنوانه وكان البرانسب والبتاعه في هذه المبادرة الحيادية والشفافية وان هو فعلا عايز يختار كوادر فعلا حقيقية وكوادر فعلا تستحق انها تبقى في هذا المجلس يعني فالموضوع حوالي خاد اكتر من حوالي 5-6 شهور ما بين استفاءة الاوراق وما بين طبعا كان فيه امتحانات قدرات زهنية وكان فيه مقابلة شفاهية مع السيد المحافظ اختيار افضل كوادر بالمحافظة بالضبط يا فاندم مع النواب وتم اختيار الاعضاء وتم تشكيل المجلس الاستشاري طبعا المجلس يعني عايز اقول لحضرتك انه هو ملم بجميع خبرات مختلفة من الشباب بالضبط فان الله ينقرع لحضرتك وطبعا هو بتكاوم من عدد من المحاور بحيث ان جميع المحاور دي تقدر ان هي يوم من حب نعرض مثلا مشكلة لمحافظة بنسويف الكل يشارك فيها فيه مجموعة من محاور زي محور العمل العام قليات العمل بقى داخل المجلس تمام يا فاندم قليات العمل تختلف من محور لمحور تمام بمعنى ايه فيه مجموعة من المحاور او فيه عدة محاور زي محور العمل العام محور بناء الانسان محور التنمية المحلية محور التحول الرقمي الخاص طبعا بيه انه هو عايز يخلي طبعا المواطن دلوقتي يعني كان زمان المواطن عشان يقضي مصلحته في اي مصلحة حكومية المحتاج أنه هو يوقف طبور لا دوقتي عايزين نعمل أن المواطن يقدر أنه هو يعني يخلص المصلحة بتاعته عن طريق الانترنت وكلام داخله عرفني بحضرتك أكتر ودورك داخل المجلس أنا عضو في المحور الاقتصادي في هذا المجلس الموقر وطبعا إحنا دورنا في المحور الاقتصادي دراسة مقترحات مقدمة من السادة الأعضاء تمام دراسة المقترحات الموكلة إلى السادة الأعضاء ممكن تكون من السادة المحافظ أو من السادة النواب وطبعا إحنا في المحور الاقتصادي يعني أنا طبعا أنا مش عايز أتكلم عن المحور التانية يعني طبعا أنا مش أقدر يعني يقو فيهم حقهم فأنا هتكلم بصفتي في المحور الاقتصادي المحور الاقتصادي بتاعنا يا فندم هو هدفه الأساسي دراسة المشروعات تعمل على إعادة إنعاش النظام الاقتصادي لمحافظة بن سويف سواء هذه المشروعات بقى مقدمة من السيدة الأعضاء أو من السيدة المحافظة موكلة من السيدة المحافظة أو السيدة النواب وطبعا نحن في المحور الاقتصادي بنراعي حاجة مهمة جدا بنراعي اتجاهات الدولة تمام وخطوات الدولة التي تسعى لها الآن في الإصلاح الاقتصادي طبعا باعتبار إنه المفروض دلوقتي إنه في مرحلة انتقالية إنه طبعا السيد الرئيس وتوجهات السيد الرئيس ورؤية مصر مستمع 20-30 20-30 عن التنمية المستدامة وأهدفها لأنها الأساس دلوقتي لبناء أي دولة فكرة التنمية المستدامة واستغلال الشباب وقوة الشبابية الهائلة في النهاية قادر على التغيير وقادر على تغيير الحياة الاجتماعية والسياسية وده يا فندم السيد الرئيس يعني يسعى لي بكل جهد وحياة دلوقتي عرفني أكتر بإيه هو مفهوم التنمية المستدامة وإيه هي أهدفها يا فندم مفهوم التنمية المستدامة طبعا رائد التنمية المستدامة طبعا دكتور مصر شربيني هو رائد التنمية المستدامة في جمهورة مصر العربية والتمامة مستدامة بتشتغل أكتر على تنمية القرى بتشتغل أكتر على خلق كوادر شبابية بتشتغل أكتر على مساعدة مؤسسات الدولة في الإتيام بعملها سواء كان الجهاز الإداري أو الجهاز التنفيذي بالدولة كمشاركة الشباب في بعض المبادرات مثلا لإتلاف الشبابي لإتلاف الشبابي لدعم الدولة برضو هي فكرة شبابية ومنظومة جميلة طبعا فندم الإتلاف الشبابي لدعم مصر طبعا ده إتلاف أكثر من رائع عرفتي بقى بيه أكتر بردل لأن حضرتك عضو لقنة الاستثمار بمحافظة بن سويف طبعا أنا المنصق العام لشؤون الاستثمار في هذا المجلس الموقع في الإتلاف في محافظة بن سويف وطبعا الأستاذ مصطفى التمساح على مستوى الجمهورية والأستاذ محمد بلم المنصق العام لإتلاف في محافظة بن سويف والإتلاف ده يا فندم هو يعتبر امتداد فعلا لتوجهات السيد الرئيس في مشاركة الشباب وإدراك الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية بردو وحاجة أنا فندم مهمة جدا إيه هي إزاي أنا أشارك الشباب وكوادر الشبابية في مرحلة صنع القرار واتخاذ القرار دمين وده يا فندم مهمة جدا وده اللي فعلا دلوقتي يعني احنا في مجلس الاسشاري يعني أنا طبعا لما قبل ما ادخل مجلس الاسشاري كنت بقول طيب ليه المسؤول ده ما بيعملش ما عملش الخطوة دي فلما دخلنا واشتغلنا مع المسؤولين ومع التنفيذيين ومع القيادة السياسية ومع السادة النواب والسادة المحافظة لا لقينا أن الموضوع مختلف خالص لقينا فعلا أن في خطوات تمام قد تكون سابقة لأوانها تمام احنا مستعجلين وده يا فندم يعني ده 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 وضح من يا فندم أن احنا دلوقتي حتى في النظام الاقتصادي المصري احنا بنحاول أن احنا ننتقل من النظام الاقتصادي المختلط إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي تمام ليه يا فندم أنا عايز أعمل كده لأن أنا دلوقتي بدور إزاي تميح بس بسيط البعض بيتوه ما بين إيه هو المختلط والنظام الرأسمالي ممكن شرح مبسطة لإيه هو النظام الشرعي بمتال بساطة دون تقول في تفاصيل اقتصادية النظام الاقتصادي المختلط هو مزيج ما بين الرأسمالية والاشتراكية وده طبعا كان متمثل في طبعا أيام الرئيس السادة الله رحمه والرئيس الأسبق مبارك رحمه الله طبعا الدولة تمام احنا كنا بنلاقي طبعا الدولة بتدعم التموين تمام البطاقات التموينية الدولة تدعم المحروقات متمثل في البنزين وبكافة مشتقاته تمام طبعا ده يعني للأسف النظام الاقتصادي المختلط بيتميز بأن في مشكلة اقتصادية بتظهر في هذا النظام وهي مشكلة التضخم ونوع كمان معين من التضخم وهو التضخم المكبوت القوى الشرائية اللي عملة بتنخفض تمام لأن ما فيش استثمارات قوية فعلا تسعى لي زيادة الدخل القومي تمام تسعى لي معالجة عجز مزال المدفوعات فالدولة هي تعتبر كفيلة بمعظم التزامات المواطن وده متمثل في أن أنا بدي لك بنزين بسعر منخفض بدي لك تموين بسعر منخفض ولكن يعني مقابل ذلك أن القوى الشرائية للعملة بتنخفض وده طبعا معادلة إحدى من سماف الاقتصاد القيمة القانونية والقيمة النقدية للعملة القيمة القانونية للعملة وهي تكليفة صناعة العملة تمام القيمة النقدية وهي القوى الشرائية للعملة وقدروا لحركة إزاي وده لحظناه في مثلا أن في عملات محلية اختفت حاليا دلوقتي من سوق المال زي مثلا الربع جنيه بتاع زمان ليه أنا دلوقتي والخمس قلوش والخمس قلوش اختفت تماما ليه يا فندم اختفت هل كده وخلاص لا اختفت لأن أصبحت تكليفة صناعتها لا تجابه قوتها الشرائية بل أصبحت كمان أعلى من قوتها الشرائية فبضطر أن أنا أغير من المادة الخاملة العملة عشان بحيث تكون تبقى قيمة النقدية أعلى من القيمة القانونية طيب دلوقتي أنا عايزة أعليك المشكلة دي تمام فبضطر أن أدلوقتي نذهب للرأس المالية للرأس المالية للرأس المالية استثمارات طبعا على مستوى عالي جدا وده متمثل طبعا في حجم الاستثمارات المهولة اللي الدولة بدأت تتبناها طبعا بقيادة السيد الرئيس دفع عقلة الاستثمارات والقيادة السياسية ومجلس الوزراء استثمارات كتلة جدا فندم على أعلى مستوى في جميع القطاعات في البنية التحتية في الزراعة في الصناعة في جميع القطاعات لأنا دلوقتي بدور إن أنا إزاي أزود الدخل بتاعي أنا عندي مشكلة عندي ديون وعندي عجز مزي المثلوعات وعندي عجز في الموازنة وعايز أعمل أنا عش بقى عايز أزود حركة دوارات من رأس المال عجل في استثمار وفيه يا فندم بقى حاجة دي بقى حاجة مهمة جدا إن طبعا الشارع المصري والمواطن المصري بيسأل نفسه ده نحن طبعا لازم برضو نتكلم باسم المواطن ونتكلم بلغة المواطن المواطن بيقول فيه حجم استثمارات كبير ولكن العاقة علي مش أنا مش حاسس بيه ليه يا فندم المواطن مش حاسس بكده لإن فيه طبعا قاعدة مهمة جدا يا فندم ودي قاعدة أساسية في علم المالية العامة وهي وديه كمان اللي بتوضح الفرق ما بين المالية العامة والمالية الخاصة تمام المالية الخاصة دخل الفرض هو الذي يحدد مقدار انفاق تمام ولكن في المالية العامة للدولة نفقات الدولة هي التي تحدد مقدار دخلها يعني العكس فدلوقتي الدولة بتصرف على اساس مرات فإحنا مش حاسسين بعائق المواطن البسيط بيجيلك أنا مش حاسس تستنى ده غير طبعا بحالة اللي انت عايش اللي انتو بتقولوا عليه بالضبط كده غير طبعا الأزمات اللي إحنا مارين بيها اللي حدثت الفترة الفاتت وطبعا خاصة أزمة كورونا أزمة الكورونا طبعا الفترة طبعا ما قبل ما بعد الصورات والكلام ده كل ده أزمات بيأثر بيأثر على الاقتصاد القوامي بصفة عامة ويخلي المستثمر يخاف أن هو يستثمر أمواله في جمهورة مصر العربية فالوقتي أنا مهمتي إيه أنا مهمتي الوقت أن أنا أزود حجم استثمراتي تمام عشان بعد كده تمام يبقى عندي إراد وعندي دخل وبعد كده ألاقي متواصل دخل الفرد يزيد وأقدر اعتمد على نفسي مظبوط أفنه وبعد كده ألاقي متواصل دخل الفرد يزيد تمام بجلب تبرعات بجلب الأعمال بيتجهل فعلا لجلب التبرعات أو بيتجهل كمان اللي هي حملات أننا بيحاول ننمي للشباب تعالوا نزلوا معنا شاركوا بأفكاركم مظبوط أفنه اتعلموا خدوا خبرات على أساس أن احنا نستثمر القوة الشبابية اللي موجودة عندنا تمام لأن الشباب دلوقتي بيقولك إيه وانا هنزل هعمل إيه عارفة باح حضرتك عارفة باح حضرتك أقول لك من أشخاص مدين لا تدخل في حجم الإنفاق العام خد بالك دي قاعدة مهمة جدا يعني مع عمرنا مثلا لو حديك مثلا ناقشة موازنة العامة الدولة في أي وقت من الأوات ما إحنا مع عمر التبرعات بتدخل في الإنفاق العام عشان كده دي حاجة منفوض المواطن يفهمها ما يعملش ما بين التبرعات وما بين يقول فين الحاجة دي بتروح فين لا يا فندم في حاجة تانية مهمة جدا إيه هي إن دلوقتي الدولة ماشية في إحنا بينا نسمى بالخطط طويلة الأمد اللي هي حجم الإنفاق التي الدولة تتبنيها الآن طيب أنا كان لها تحفوظات مسبقة قبل كده المفروض عشان أنا أقدر أقلص حجم الفجوة ما بين المتوسط داخل الفرد وما بين ارتفاع الأسعار واللي هو متمثل في التضخم وطبعا يا فندم أخذي بقى حضرتك إن النظام الرأسمالي بيشتهر بمشكلة مهمة جدا مشكلة اقتصادية وهي التضخم الظاهر بقى في اللي مختلط لا أريد تتكلم عن مميزات وعيوب الرأسمالية يعني فندم مميزات الرأسمالية تمام زيادة في الدخل القومي زيادة في حجم في متوسط دخل الفرد طبعا تقليص عجز الموازنة تقليص عجز ميزان المدفوعات كل ده بس طبعا هو مشكلته إن عندما يحدث التضخم بتظهر مشكلة التضخم فعلا ده متحاكة مثلا تلاقي أن أسعار السلع والخدمات كان فيه فروق ما بينها قوية جدا يعني مثلا تلاقي مثلا مثلا وليكن سعر مثلا كيلو رازو كان مثلا وليكن بـ 8 جنيه مرة واحدة وصل سعره لـ 14 جنيه فترة من فترة قطة الفجوة دي سببها إيه؟ مشكلة التضخم الظاهر لأن الدولة دلوقتي بتعمل إيه؟ الدولة في الرأسمالية بتبدأ تشيل إيديها من نهاية تفرض على المستثمر بعض القيود في أسعار السلع تمه دور هنا الشباب ودور المجلس الاستشاري ده فنبه هنا بقى الحاجات زي الإقتلاف الشبابي عشان كده أرجع إن هو إزاي وكه الظاهرة دي بأن إنت ما تعدش تستنى ده الدخل بتاع الحكومة أو الوظيفة الحكومية وهي دي اللي تعتمد عليه إنت المفروض تنزل وتبتدي تعمل عجل التستثمار ومشاريع وتفكر في مشاريع منها بتزود بيها دخلك ومنها برضو بتعمل حالة إنتعاش عشان كده فنبه ده بقى يرجع هنا لدور التنمية المسترامة في الوقت ده ما هي دي من الأساسيات التنمية المسترامة ومفهومها وإحنا بنبتدي ننمي الشباب وننمي كوادر على إن هم ينموا بأفكارهم وخبراتهم ويتعلموا ويأخذوا كورسات إن إحنا بنبتدي ننميهم إنزل وشارك وشارك بجهدك وبخبرتك وبعلمك هو ده يا فنبه بقى دور العمل التطوعي دور بقى العمل التطوعي بالضبط كده متمثل فيه وعلى فكرة فنب برضو أنا برضو عشان لازم برضو أشيد بحاجة مهمة جدا عندنا في مجلس الستشاري فيه برضو مبادرة تمام السيد محافظ بن سويف تبناها كانت يعني على نفس خطى المجلس الستشاري وهي مبادرة التأهيل والتمكين وأنا كان لها طبعا أكبر الشرف إن أنا ساهمت في إن أنا كنت محاضر لهم في دورة كان طبعا لتأهيلهم وكانت يقولوا وديت دورة وديت محاضرة فيه عن المالية العامة تأهيل وتمكين الشباب للمشاركة مجموعة من الشباب بصراحة فندم على أعلى مستوى من المهنية ومن الثقافة والفكر والعلم الشباب دي تم تأهيلهم إن هم يتولوا منصب مساعدين لرؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية على مستوى مراكز بنسوف كلها تمام أصبح دلوقتي تمام بقى الشباب مشارك في الحياة الاجتماعية وعرف مشاكلهم ونزل الكرة وعرف مشاكل شبابنا طيب إحنا حاليا في حالة انتكابية تمام فأحب أعرف رأي حضرتك بقى بمناسبة إن كان في حاملة انزل وشارك أحب أعرف رأي حضرتك في هذه الحالة الانتكابية اللي إحنا فيها والله يا فندم يعني هو طبعا يعني بالنسبة للعملية الانتخابية طبعا إحنا يعني يعني جهة محايدة ما بندرش نقول طبعا إحنا طيب نبقى مثلا مع أي طرف ولكن يا فندم طبعا لازم أوضح حاجة مهمة جدا ما على الدولة إنها عملتها إزاي طيب خلي سؤالي يكون مختلف شوية ما بين القيل والقن ما بين المال السياسي وإرادة الشعب رأي حضرتك إيه في هذا المشهد السياسي شوف يا فندم المال السياسي أنا طبعا عشان أقول لها حضرتك أنه مش موجود لا هو موجود وموسق وما نقدرش نقوله هو مش موجود وإرادة إرادة الشعب ده في الاستندوق إرادة الشعب موجودة متمثلة في إشراف قضائي متكامل وعلى أعلى مستوى ومن الحيادية والشبافية بصراحة أنا بوجه تحية للإشراف القضائي داخل الانتخابات أو داخل استندوق ليك إرادة حرة فإن المال السياسي ما يقدرش يعمل حاجة قدام الجهات الرقبية صح فأنا قدر أقول إيه بقى؟ أقول إيه في الحالة دي؟ إن إحنا محتاجين هنا بقى تمام؟ نزود شوية من وعي الشعب وهي دي بقى اللي أنا أقول لها حضرتك كلمة توجيها للشباب وكلمة توجيها للجمهور في نفتام حلقتنا إن شاء الله فطبعا أنا محتاج تمام أزود من وعي المواطن وأقول له والله أنا بوفر لك انتخاباتنا زيها بوفر لك جو أن أنت تنتخب وكمان بنقول لشبابنا ينزل ويشارك بقوة بعلمه بخبرته تمام في جميع الحياة الحياتية اللي حوالينا سواء كانت حياة سياسية اجتماعية وثقافية يا فندم السيد الرئيس ودي بصراحة يعني نقطة جوهرية ما كانتش موجودة قبل كده بفاعلية زي ما هو سيادته عملها وهي إن هو عايز يقول للعالم كله ومش مصر بس للعالم كله أنا عندي كوادر شبابية تقدر تعمل حاجة فعلا ويدير سالتنا بالضبط يا فندم ويدير سالتنا لكل شباب إن احنا انزل وشارك في حياتك في الكبرتك لك مطلقة الحرية لك مطلقة الحرية لك مطلقة الحرية إنت شايف الصح فين أو شايف اتجاهك فين ويعمله لكن بلاش تنصاك وراء يعني كلام وبعني يا فندم في حاجة برضو مهمة جدا لازم نفهم إيه هو إننا دلوقتي مثلا وليكن إذا كان المال السياسي بيلعب دور واخدبط حديك إزاي لكن عايز أقول المواطن طب أنت دلوقتي يعني اخترت المال السياسي فترة معينة إنت مثلا علشان يعني يعني تستأمن على قوة يومك طب بعد كده لا بص حضرتك للحوار معاك شايق وممتع ربنا خرجك فهل تمام أنا بس حبيت أختم حلقتي النهاردة بكلمة موجهة من أفضل الكوادر شبابية بمحافظة بانسويف دكتور حسام الخولي وبشكر جميع أستاذ المشاهدين انتظروني في حلقات قادمة مع دكان سارة هذا هو حال الفقير